اشتركوا في القناة أنكم تكنذبون فالتصديق رزق أن تحب الله رزق أن تختار زوجة صالحة رزق أن يأتيك أولاد صالحون رزق هيكون لك سمعة طيبة رزق أن تكون الصحة جيدة رزق إليك دخل بكفي نفقاتك رزق أنواع الأرزاق لا تعد ولا تحصى بدأ من السمعة الطيبة رزق بدأ من المال رزق الزوجة الصالحة رزق جميل الله يفتح لك النجاح في تربية الأولاد رزق كبير عندك ولا الصالح يخدمك ويجلك ويسعى لإرضائك هذا الرزق كبير نطى الدقيقة والمحيرة أن الله تكفل لنا بالرزق ينبغي أن لا نهتم له وطلب مننا العمل فالواقع مؤلم جدا الذي تكفل الله به نجهد من أجله وقد يعصي بعض الناس ربهم من أجله نعم فالبطولة أن تطمئن للرزق وأن تسعى لما قلفت به من الله فنحن علت وجودنا في الدنيا الوحيدة العمل الصالح الدليل ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا معناها علت وجوده الوحيدة العمل الصالح ما في دعاء ربي ارجعوني لأكمل بناء بيتي لأشتري مركبة ما بورد إطلاقا هلأ الشيء الثاني الأدق أن حجم الإنسان عند الله بحجم عمله الصالح ولكل درجات مما عمله الكلام الدقيق الآن الحظوظ من وسامه إلى ذكاء إلى غنى إلى حكمه إلى 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 والغنى موزعة في الدنيا توزيع ابتلاء فالغني مبتلى بالمال والفقير مبتلى بالفقر والقوي مبتلى بالقوة لكن الأرزاق والأعمار بيدي الله نعم حتى الإنسان ما يستعبده إنسان آخر يلي خلق الإنسان تكفل له برزقه ولي خلق الإنسان تكفل له بصحته طيب الغرب دكتور ذكرت أنه ألها هذه الأسباب ونسي الله عز وجل مع ذلك رزق يعني الغرب اليوم يعيش برفاهية مالية رعيش برغد هذا كلام دقيق جدا 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 كلمة دقيقة جدا أنه الله يعطي الصحة لمن يحب ولمن لا يحب أما رضاءه لمن يحبه فقط فإذا واحد طلب الرزق الله يعطيه رزقه بس يترى شكره عليه خرق النعم للمنعم ما بقي عند النعمة هنا المشكلة في غير المؤمن يبقى عند الرزق يستمتع بالحياة دون أن ينتقل منها إلى المنعم الله عز وجل يعطي المال لمن يحب ولمن لا يحب ولكنه لا يعطي السكين إلا لمن يحب الصحة غير السكينة المال غير السكينة السكينة تسعد بها ولو فقدت كل شيء